ومع اقتراب وصول ماراتون كأس العالم لكرة القدم إلى محطته الأخيرة في ملعب لوسيال الذي سيشهد مواجهة قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني يوم الأحد المقبل في الخامسة مساء ضمن منافسات نهائي البطولة أبدت عدة أندية في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بإنضم عدد من النجوم الشباب هذا وعرضت عدة أندية إنجليزية عروضا مغرية لضم عدد من اللعابين الذين أظهروا أداء مبهرا خلال المباريات الساحرة المستديرة أظهرت مواهب عدد من الشباب الناشئين الذين جذبوا الانتباه خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر والتي تقترب من نهايتها بعد أن حسم المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي تأهلهما للنهائي وبات الكأس على بعد خطوات قليلة أبدت عدة أندية في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاهتمام بالحصول على خدمات عدد من النجوم الشباب الذين أبرزوا أداء هائلا من بينهم لاعب منتخب المغرب آز الدين أناحي البالغ من العمر 22 عاما الذي لفت الأنظار إليه كما انضم اللاعب المغربي السفيان أمرابط إلى قائمة الراغبين به وحصل على سلسلة من العروض عالية الجودة وتلقى النجم المغربي يوسف النصيري البالغ من العمر 25 عاما عرضا من ويستهام يونيتد الإنجليزي الذي جدد محاولته لانضمام اللاعب إليه أما يوسف موكوكو الذي شارك مع المنتخب الألماني في البطولة بصفته أصغر لاعب في تاريخ المانشافت حيث يبلغ من العمر 18 عاما إلا أنه لا يزال أحد ألمع المهاجمين الشباب وأبدت فرق ليفربول ونيوكاسل ومانشستر نايتد وتشيلسي رغبتها في الحصول على خدمته أيضا الكرواتي جوسكو جافارديول يعد أحد أفضل لعيب الوسط الشباب على الساحة العالمية ولا يزال تشيلسي حريصا على ضمه لصفوفه أما اللاعب الإنجليزي جود بيلينجام فيسعى ليفربول للتعاقد معه ويأتي السنغالي نيكولاس جاكسون على قائمة اهتمامات أندية إيفرتون وبورنيموث ونيوكاسل إلا أن عقده الأخير مع فياريال الإسباني يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 27 مليون جنيه حال انتقاله وخلال مباريات المنتخب الأرجنتيني أظهر إنزو فرنانديز أداءا مميزا مما جعله محط أنظار ليفربول رغم شرط بينفيكال بورتغالي بضرورة الوفاء بشرط الاستحواذ البالغ 105 ملايين جنيه